السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ياسر البراكو هذه حلقة جديدة من موسوعة الأنيمي لذلك خلونا نبدأ دينفتس نويوشا نو دينفتس أسطورة الأبطال الأسطوري عدد حلقاته 24 حلقة وانتج في عام 2010 وهو أحد أعمال استيديو زيكس الأنيمي أكشن مغامرات فانتازي سحر وشونن الأنيمي مقتبس من لايت نوفل للمؤلف كاجامي تاكايا وهذا المؤلف من أعمالها البطلة هو وعمل في أسطورة الأبطال الأسطوري مختلف جدا عن عمل في وارينو سيرف يعني شتانة ما بين القصتين قصة الأنيمي بشكل عام تتحدث عن راينال يوتو هذا الشخص اللي يمتلك علامة ألفا واللي بإمكانه استخدام جميع نواع السحر ونسخة يقوم شيونستال حاكم مبراطورية رولاند بيرثال راينال يوتو ومعه فتاه اسمها فيروس عشان يبحثون عن رفاة البطل الأسطوري اللي قضى على الوحوش في زمن ما طبعا هذه القصة العامة للأنيمي ولا يكون صريح الأنيمي مختلف عن القصة اللي سمعتوها لكن ما أحبه تحمق في القصص عشان ما أحرق عليكم القصة ومتعة مشاهدة الأنيمي بكل صراحة القصة محبوكة بشكل ممتاز جدا شخصية راينال يوتو واللي مؤدي جينفو كياما مؤدي صوت لولوش فخمة صراحة شخصية فخمة بمعنى الكلمة وبكل صراحة أعتبرها أفضل شخصية عندي بعد ساكا تاقينتوكي كما ذكرت الأنيمي يحتوي على قصة قوية ومحبوكة وبكل صراحة أعطيها عشرة من عشرة الانتاج كان ممتاز يعني لقطات سخدام السحر الدماء لحظات القتل بشكل عام أعطيه تسعة من عشرة الأنيمي عميق ولما أقول عميق فهو يحتوي على شخصيات وأحداث وقصة خرافية للأسف أتمنى أنه يصدر موسم ثاني لهذا الأنيمي أو يسوى لا إعادة إنتاج ويكمل لأن نهاية الأنيمي صراحة مفتوحة ختاما لتابع أنمي سطورة الأبطال السطوريين عطنا تقييمك الشخص وإيش اللي يجبك فيه واللي ما أعجبك فيه أنا يصر لبراك ولا تنسوا اللايك سبسكرايب ونشوفك